لا سليب من اعتقال أو تغييب أو خطف أو اعدامات ميدانية أو عبر محاكمة سورية لكن النتيجة واحدة هي قتل العراقيين فكلما حاول المجرمون إخفاء جرائمهم البشعة فضحتهم المقابر الجماعية التي تظهر بين الفينة والأخرى فقد ذكر شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاق بمحافظة صلاح الدين أنه تم العثور على مقبرة جماعية في ناحية الإسحاق جنوب مدينة تيكريت تضم العشرات من جثث المغيبين فيما منع الأهالي من حفر المقبرة والبحث عن أبنائهم المغدورين وأكد شيوخ ووجهاء العشائر بأن هناك مقابر جماعية كثيرة لكن القوات الأمنية والميليشيات تمنع الأهالي من حفر المقابر والبحث عن رفاة أبنائهم خوفا من فتح ملف المختطفين والمغيبين قصريا فيما أعلنت دائرة الطب العدلي في محافظة النجف مؤخرا دفن خمسين جثة في مقبرة النجف قالت إنها مجهولة الهوية ما يعيد للأذهان مشهد العثور على عشرات الجثث مقطعة الأوصال في مناطق شمال بابل عام 2019 بمقبرة جماعية لمختطفين في ناحية جرف الصخر والعثور على تلك الجثث فتح ملف المغيبين قصريا في سجون الميليشيات بعد اعتقالهم من عدة مناطق في المحافظات المنكوبة أو لمعتقلين تم إعدامهم ميدانيا فضلا عن استمرار العثور على الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة الموصل جراء العمليات العسكرية التي دمرت المدينة دون الالتفات لسكانها المحاكمات الصورية التي تنتج عنها لعدامات هي وجه آخر للقتل فبحسب هيئة علماء المسلمين في العراق فإن مصادقة رئيس الجمهورية الحلي برهم صالح على إعدام أكثر من ثلاثمائة وأربعين متهما تزعت اعترافات منهم تحت التعذيب هي جزء من المخطط المعدل التفجير الإجرامي الذي حدث في ساحة الطيران قبل أيام في إطار إثارة النعرات الطائفية وتبرير المذابح الجماعية في السجون الحكومية بذريعة الإرهاب المدعا فيما أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أن أغلب المحاكمات جرت بسرية وبدون حضور المعتقل المتهم وإن استجابة رئيس الجمهورية الحلي بهذه السرعة لمجموعة ميليشيوية استغلت حادثة ساحة الطيران الإجرامية تؤكد أن هناك منهجا حكوميا وإقليميا للاستمرار في قتل العراقيين وهكذا فإن السلطات الحكومية في العراق تستهين بالقانون الدولي بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وأن الأحزاب السياسية والميليشيات تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية وتطالب بتنفيذ أحكام الأعدام ضد المعتقلين بدوافع طائفية انتقامية ترجمة نانسي قنقر